بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرياضة المالية الوحدة الثامنة القيمة المستقبلية جملة المبلغ وذلك بفائدة مركبة في محاضرات سابقة عرفنا الفائدة المركبة وبينا الفرق بينها وبين الفائدة البسيطة تكلمنا عن القانون العام للفائدة المركبة تمام؟ أيضا أخذنا مثال ثم تكلمنا عن موضوع الجداول المالية تكلمنا عن موضوع جدول جملة ريال واحد مستثمر بمعدل معين طبعا هذا المعدل اللي هو R ولمدة معينة اللي هي N تمام؟ وأخذنا مثال على الفائدة المركبة وكيفية استخدام الجدول تمام؟ اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة سنتابع مثال 19 استثمر شخص مبلغ 10 ألاف ريال 10 ألاف ريال لمدة ما إذن هنا المدة مجهولة وبمعدل فائدة مركبة 12% سنويا تركب كل ثلاثة شهور فبلغت الجملة فبلغت جملة استثماره في نهاية المدة 12 ألف وستمية وستمية وستين وسبعين المطلوب احسب مدة الاستثمار لاحظوا أن المعطى الأول هو PV 10 ألاف المعطى الثاني هو R وطانية يساوي 12% سنويا تمام؟ تركب كل ثلاثة أشهر تركب كل ثلاثة أشهر إذن هنا لابد من تحويل المعدل السنوي من سنوي إلى ربع سنوي ربع سنوي يعني لازم نقسم على أربع يعني بمعنى آخر نيجي منقول عدد الدورات في السنة الواحدة يساوي السنة فيها 12 شهر على ثلاث شهور لأنه قال لي لكل ثلاثة شهور إذن عندي أربع دورات في السنة طيب معدل الفائدة الدوري يساوي على 12% سنويا على أربع دورات في السنة يساوي ثلاثة في المية دوريا أو ربع سنويا تمام عدد الدورات طبعا هذا هو المطلوب المطلوب هو N طبعا حيطلع معانا N بعدد الدورات ثم بعد ذلك نحول عدد الدورات إلى السنوات كم سنة تمام خلينا نشوف حل المثال طبعا المعطيات كما ذكرنا PV 10,000 نعم المعطى الآخر هو FV أعطاني Future Value 12,667 أعطاني R 12% سنويا لكل ثلاثة أشهر بتطلع معاي ثلاثة بالمية لكل دورة نحن نعرف أنه FV تساوي PV في 1 زائد R للقوة N FV معطى 12,667 وفاصلة 70 PV أيضا معطى 10,000 مضروبه في 1 زائد R R 3% معطى لكن المجهول N المجهول N طبعا في هاي الحالة سنقوم باحتساب قيمة واحد زائد المعدل اللي هو 3% للقوة N تمام فإذا علمنا هذه القيمة نحن نعلم أن هذه القيمة هي عبارة عن قيمة جدولية تمام قيمة جدولية نجدها تحت معدل 3% ومقابل N سنجده تمام عرفنا العمود ولكن مطلوب منا إيش السطر الذي تقع فيه هذه القيمة طيب نتابع بتطلع معي القيمة الجدولية بتطلع معي القيمة الجدولية بعد ما قسمت 12667.7 على 10 ألاف طلعت معي القيمة الجدولية 1.2667 هذه هي القيمة الجدولية لاحظ أن القيمة 1 زائد 3% للقوة N وتساوي 1.2667 هي قيمة جدولية مدرجة في جدول جملة ريال 1 تقع هذه القيمة تحت المعدل 3% ومقابل زمن معين يعني هذا الجدول هذا R وهذا N تمام أنا عرفت R 3% تمام هلأ أنا معاي القيمة الجدولية 1.2667 هذه القيمة موجودة تحت المعدل 3% طيب السؤال مقابل أي زمن طبعا سأبحث عن هذه القيمة في القيم المدرجة في العمود 3% في جدول جملة ريال 1 ثم إذا وجدتها سأنظر مقابل أي زمن تقع خلينا نشوف سنبحث في هذا الجدول عن القيمة 1.266 في عمود محدد وهو العمود 3% سنجد هذه القيمة مدرجة في العمود 3% مقابل الزمن 9 مقابل الزمن 9 إذن لو رجعنا للجدول إن هذه أصبحت معلومة 9 9 دورات إذن الزمن هو 9 دورات مدة الاستثمار 9 دورات طيب التسع دورات كم سنة وبما أن مدة الدورة ثلاثة شهور أي ربع سنة إذن مدة الاستثمار هي 9 أرباع السنة يعني هذه 9 أرباع 9 9 تسعة في ربع سنة 9 في ربع سنة 9 أرباع السنة اللي هي سنتين وربع إذن مدة الاستثمار هي سنتين وربع أو سنتين وثلاثة أشهر